موسيقى طبعاً هي المصلحة أخذناها من والدي بعدين بدينا حياتنا شوية شوية دراسة وعمل دراسة وعمل اللي حد ما ضبطنا المصلحة والحمد لله والشكر صار إنا صيد وإنا زبائن والحمد لله والشكر معروفين وزبائننا تجي من كل المحافظات طبعاً عدنا السائل السيارة شارجر صاحبها من الحلة والحمد لله دم اشتغلها نبدلها فريز بعد الفحص طبعاً يعني بعد ما فحصنا السيارة عدنا أجهزة حديثة تفحص السيارة فتبين عندك ليك أو فريز أو أي شيء بالسيارة طبعاً الفحص والشحن هذا كل أجهزة حديثة فتح دشبول كادر هندسي خاص يفتح يشد الدشبول وبيضة مان ينطي كل السيارات عامة لحجي مو بس شارجر والحمد لله والشكر وغاز طبعاً أحسن الماركات الغاز نجيبها بالسوق عدنا الشارجر مئة واربعة وثلاثين نستخدمه الأصلي ألف ومئة واربعة وثلاثين ألف ومئة واربعة وثلاثين وأكو غاز يجي غير هذا هذا الغاز إذا نديره اللي عادي يقوم المنظومة أول شيء يقوم الفريز يعني ما يطول برودته مو قوية نفس الغاز الأصلي هذا لأنه هي أرقام الشركة لما خليت لك أرقام لازم نشتغل عليها أكو نازلة تشتغل تدير غاز أرخص وصحي أرخص بس ما يمشي هذا راح يتعب المنظومة ومال تبريد كلها بدل ما يخسر خمسة عشرة يخسر بعد كوما فلوسي الأسعار طبعا عندنا الأسعار من خمسين ألف توصل للميتين دولار بسا عندنا الغاز المضبوط سعره ميتين دولار أكو زبان ما تقدر تقول لك أنا هذا ما أدير الغاز غالي فننجبر ندير غير غاز موقف واحد من يومهم فتحنا دشبول وشدنا وريد السيارة تشتغل ما تشتغل زيان رجعنا فتحنا لقينا فيشة صغيرة اللي هي رابطة بالعقل ما شاد بيها هذا الموقف يعني مهانسة أو برنضان كان الصايم ما اشتغل السيارة وهذا الموقف طبعا مهانسة يدي صير أكو عروض بس هو الغاز الغالي يعني ما تقدر تسوي بيه عرض يعني حتى لو ربحك شي بسيط زيان بس انت مشتغل العروض يعني شا سوي إلا جيب شي مو زيان شي رخيص علي وأنا استفاد بيه بس بنفس الحالة راح أضل أضر صاحب السيارة راح ينضر بهذا الموضوع وأنا مستفاد شي شائع شهر شي شو Bristol يفتال بفاصل